زار وفد إيطالي المتخصص بالمواقع الأثرية محافظة مادبة وذلك لتقديم استشارات وتصاميمة لتطوير موقع مكاور والحفاظ على المساحات الفسيفسائية في مختلف المواقع الأثرية فيها وقد جاءت الزيارة بدعوة من هيئة تنشيط السياحة لتقديم تصاميمة لترميم الفسيفساء في مدينة مادبة والحفاظ عليها لا سيما في مادبة وأم الرصاص وجبل نيب ومكاور وكان الوفد قد زار موقع المغتص ومكاور من أجل تحضير الاستقبال الحجاج والسياح عام 2030 وهي الذكرى الألفية لقطع رأس يوحنا